وحلم كم اغنية كم عمل؟ تمانية وتمانين وقتا؟ اه تقريبا تمانية وتمانين اه اه وكل واحدة منهم هل معتقدش كلهم كانوا بياخدوا سنتين واربعة لا 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 مش للدرجة دي اه لا بس اخر حاجتين دول اللي خدوا فعلا وقت طويل ليه؟ يعني كانوا مختلفين ليه عن اللي قابلوهم في يعني في حاجات اعتقد خدوا وقت اقلم كده بكتير اه طبعا يعني جبار مسلا خلصت فيهم مع انها جبار لحكمها فيهم طبعا ودي اغنية مش سهلة اكتالهم تقيلة اغنية تقيلة جدا اه خلصت فيهم جبار يعني لا مش كلهم بياخدوا نفس الوقت ده المدة دي كلها اكيد الالفين عمل للوالد كلهم بتحبهم بس في واحدة اتنين تلاتة قلبك يعني ايه بيرفرف معاهم اكيد ايه اكيد جبار لو كنت يوم انساك اول حاجة انعزفتها حبيبها احبك اه صافيني مرة اه حاجات كتير بقى ناخد نعيد بقى لغاية بكرة طب مش عايزت حيطة صغيرة من حاجة من نوم واحدة تانية لحلم كده طب واحدة لحلم اه اه موسيقى موسيقى الله 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 عظمة على العظمة زي ما بيقولوا يعني هي آآ الابن شارب من الأب بسم الله ماشاء الله أكيد أشربت كتير طبعا وده اللي إحنا حاسين به وشايفينه وأنا شايف أنت حرك مش بتعزف وخلاص أنت روحك كلها بتتحرك نا بتطلع من القلب خالص بسم الله ماشاء الله بسم الله في عالم الموسيقى التصويرية حركت ماشاء الله أبدعت في أعمال كثيرة جدا هل يعني مدرسة الموسيقى التصويرية أصعب من إنه بنعمل غنوة؟ لازم أتفرج على العمل عشان أشوف روحه وأبدأ أشوف الموسيقى يعني إلى حد ما أصعب إلى حد ما أصعب لأن أما بتجي تعمل أغنية الكلام موجود قدامك يعني في إيدك حاجة ممكن تتحكم فيها أعم أحبك حبيبها مش عارف إيه كده موجود الكلام لكن الموسيقى التصويرية بتتفرج على المشهد وتستطيع تتخيل الموسيقى هتبقى شكلها إيه لأنه بتجيب موسيقى من عدم ما فيش كلمة ما عنديش كلمة لا فيش حاجة بتتحرك على أساسها غير الصورة اللي شايفها بالظبط عايز تترجمها بقى الموسيقى فهذا ده اللي بيبقى يعني أصعب شوية وابتدأ أشوف بقى ده مش هتحب ده رعب ده كوميدي ده كده يعني فيها جميع خوف رعب لازم تترجم كل المشاعد دي تترجم لها بالظبط قبل الوقت بالتوقيت كمان يعني لازم في خلال نص دقيقة أعمل المشهد ده رعب أو حب أو حب ترجمه موسيقيا عشان توصل المشاعر في خلال نص دقيقة دول أو في خلال دقيقة دي عبقريت الموسيقى جداً وعبقريت الموسيقى التصورية كل حد هيحس بيها لو أنت بتتفرج على العمل قررت تتفرج عليه من غير موسيقى التصورية هتلاقي راح في حتة تانية خالص بالزبط تماماً هتلاقي فيه حجات نقصة هتلاقي مشهد جف جداً طب عندي سؤال وأرجو ما يكونش ده متقيل بس يعني والد بسم الله ما شاء الله ألفين عمل ما احنا عايزين ألفين عمل كمان ليه بحس إن الحركة ممكن تكون أبطأ شوي ألفين عمل مني أنا عامل حاجات أكتر من كده أكتر من ألفين بسم الله ما شاء الله ده جاهل مني تاريخي يعني أنا عامل حاجات كتير جداً جداً أغاني مسلسلات موسيقى تصورية ده كتير جداً ما شاء الله حاجات كتير يعني ممكن أكون عديت الألفين بسم الله ما شاء الله يعني أنا الحقيقة لما عدت أدور عشان أمسك رقم ممسكتش رقم هو كتير بسم الله ما شاء الله بس يمكن من حبي لآل الموجي فدايماً بقول إنه أنا عايز أستاذيح يبقى موجود أكتر لا الحمد لله أنا موجود وعمل حاجات أنا موزع لدنيا وغنيتين أيها ده حقيقي ايها ده حقيقي منهم أيها مش قادرة صدقmunaya شا kombin小ks بسم الله و dispose الله يعني اشوف يعني منتشر لدرجة كمان لأ بسم الله بسم الله م شاء الله لا نعمل عشان الله احنا عايزين ندobsتور ده أكتر ايها อะ العلاقة مع الهضبة اه جميلة. اشتغلت مع بعض فترة طويل. طبعا كتير سنين. ده من قبل ما انا اوزع ومن قبل ما اغني. اه. زماني الفيلم معهب مع بعض. اه. اه. مع الموسيقى العربية. اه. مع الموسيقى العربية. اه. كنت بنا معي كمان جاو معي اصحابي الموسيقيين برضو. اه. اعملت فرقة موسيقية كده على قدنا. وطلعنا اشتغلنا بيها في كل حتة شوية كده. برضو الشباب عايزين عايزين نظهر وعايزين نعمل حاجة يعني. فعمر قال طب ما تاخدوني معاكم يعني برضو اه. اطلع اغني حاجة لعبد الحليم حاجة للمكلسوم حاجة. اه. فابتدينا نقوله طب اطلع معنا غني معنا. اه. وابتدينا بقى من هنا نشتغل مع بعض. اه. وبعنا ابتدي اعمل اول الابوم يا طريق يا طريق. يا طريق. يا طريق. ما نجحش قوي. اه. لكن بعد كده عملنا الابومات التانية اه. اه. النجاح بقى ابتدى. ما شاء الله. ينتشر يعني. اكتر اغنية يعني كنت اه بتعتز بيها اشتغلت فيها معاها. اه انا عمل له حوالي سبعين في المائة من اغانية. ما شاء الله. وبحبهم كلهم. اه. بس اه. العلامة المميزة اه عودوني. اه. اغنيات عودوني. اه. طبعا دي كسرت الدنيا. وامارين. اه. لان انا عملتها معاها. وعملتها مع الشاب خالد. اه. اه. بكلام تاني. اه. قلبي متولع بيكي بيش عارف ايه. اه. اه. فبقت ليها كلامين يعني. اه. وتعاملت بصوته وبصوت الشاب خالد. وتعاملت امارين بصوته بصوت عمري دي. عشان كده بتعتز بالاغنية دي. اه. اه. الحقيقة. اه. هل الوالد رحمة الله عليه كان فيه حد من نجوم زمن الفن الجميل كان يعني نفسه يتعاوى يبقى فيه تعاون ما بينهم بس ما حصلش نصيب؟ حد من نجوم زمن الفن الجميل. اه. كان حابب انه يبقى فيه تعاون. اه. فني ما بينهم لكن ما حصلش نصيب ممكن يبقى حصل تجربة او اتنين او تلاتة بس ما يعني ما ما طلعوش منه. عمل معهم كلهم. 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 اه. مفيش حد ما يعني عدى من من تحت ايده يعني. اه. لازم. اه. لازم يعمل له حاجة او. اه. لا مفيش حد ما عملوش حاجة. هو محظوص كل اللي عدى تحت ايده. يمكن ناسم حمد فاوز اللي مغنية ما غنلوش. اه. 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 فريط ده طالش بغنوش حندوب يلحل نفسهم يعني. اه. اه. مظبوط. مظبوط. مستو زيحي احنا سعداء جدا بحضوطك. ربنا يخليك. والسؤال اللي انا قلت يمكن يبقى دام متقيل. اه. كان منطلق هو انه احنا بنحبك. اه. طبعا. وبنحب مزكتك. طبعا. طبعا. فدائما عايزينها في وداننا اربعة وعشرين ساعة. يا رب. ربنا يخليك. شرفتني من ورفتني. بنا خليك. سعيد جدا جدا نحرك شرفتني. وكنت منت ونوازل اللقاءنا ده مع بعض. الله يخليك. ربنا يخليك. ربنا يخليك. انا كبيرا الله. ربنا يخليك. تحيات يا حضر. مشاهدينا الكرام. مشكركم على طيب المتابعة وان شاء الله نلتقي مع حضراتكم الاسبوع القادم على الف خير. دمتم في امان الله.